تتواصل احتفالات مصر بالعيد الحادي والاربعين لتحرير سيناء للمزيد عن هذه الاحتفالات ينضم إلينا كريم بي بيرس مرسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية ماذا عن استمرار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وبالفعل هذه الاحتفالية مستمرة على مدار أيام ولكن كما قلنا من قبل ونقول مرة أخرى أن الاحتفال هو بالتنمية هذه المرة هذا الاحتفال يعني شامل خلال أمس واليوم العديد من المشروعات داخل مدينة العريش وأيضا بمدينة الشيخ زويد إذا ذكرنا تحديدا في الشيخ زويد فتم إنشاء مركز تكنولوجي جديد بالكامل بجانب مبنى مركز الشيخ زويد برفح هذا المركز يقدم جميع الخدمات للمواطنيين من تقديم على بطاقات شخصية من تقديم على رخصة للسيارة وأيضا العديد من الخدمات اللوجستية الأخرى الخاصة بالمواطنين هناك وعندما أيضا تحدثنا معهم حول آخر التطورات على أرض الواقع أتحدث عن تغير ملحوظ فيما يتعلق بالخدمات إما بالمركز التكنولوجي أو حتى بخدمات أخرى مثل الكهرباء والمياه حيث تم بالفعل افتتاح بالأمس محطة تحلية للمياه وهي أيضا في الشيخ زويد بالإضافة لعدد من القرى داخل الشيخ زويد التي عاد لها أهلها تم أيضا افتتاح آبار للمياه وتوصيل للكهرباء لهذه القرى داخل الشيخ زويد بالإضافة لذلك بمدينة العريش ما زالت الافتتاحات مستمرة في القطاع التعليمي أيضا تم افتتاح مدرستين أخريتين وتم أيضا فيما يتعلق به القطاع أو مجال الكهرباء تم تطوير محطة جديدة للكهرباء بإجمال 120 ميجاواط جديد تم إدخالهم لخدمة أهالي العريش وتم منذ فترة ومدادة موضوع مستمرا القضاء على فكرة التناوب في الكهرباء بين أهالي العريش والآن الكهرباء تصل بصورة كاملة وسوف يكون هناك أيضا مراحل مستقبلية وخطوات جديدة داخل هذه المحطات الخاصة بالكهرباء ليتم أيضا ضخ المزيد من الكهرباء للمشاريع القادمة والتستمرات القادمة استعدادا لهذه المشاريع ولسيكون هناك أيضا فائد للتصدير من هذه الكهرباء لذلك المشاريع ربما تتغير سواء كانت في الكهرباء أو المياه ولكن أيضا السكن كان له نصيب في هذا التطوير فعلى سبيل المثال تم أيضا إنشاء العديد من الوحدات السكنية داخل مدينة العريش تم إنشاء وحدات جديدة وأيضا تم تطوير بعض الوحدات الأخرى وتم تطوير الطرق والكبار في مدينة العريش وأيضا المدن المجاورة مثل مدينة بئر العبدة حيث تم تطوير هذه المدينة وتحديدا قرية الرودة فيما يتعلق بمراكز شباب الرياضة هناك وأيضا تم تطوير الطرق وتسهيل هذه الأمور اللوجستية وتم رفع الحواجز بين هذه الطرق لتسهيل أيضا الحركة بين المواطنين في جميع محافظة شمال سيناء مشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش